ايها السلخرة ايها في نحن منوارنا طولنا عليكم كل سنة وانتا طيبة كابسة ايه الاخبار النهاردة ده كان الحارس مرمى بيقف تسعين دي ايه اه طبعا اه يعني وابره وبعدين ما بيجيلوش حاجة ايه 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 طبعا ان شاء الله يعني بالعيق في الوزداد حارس مرمى جزائري نوري اسمه اليكسيس جندوز او اليكسيس قندوس على حسب النطق حارس اتولد في سنت ايتيان في فرنسا ما اتولدش في الجزائر ابتدى يلعب في نادي سنت ايتيان انتقل بعد سنتين من لعب في سنت ايتيان لنادي الدرجة التانية اسمه باو لعب فيه 57 مباراة حقق فيه 21 كينشيت ومن ثم انتقل الى اتحاد العصمة من حوالي اربع سنين السنة اللي فاتت ابتدى يلعب للشبيبة السنة اللي فاتت تحديدا جه مع المدير الفني البلجيكي فاندين بروك كان بيعتمد عليه اعتماد كله ببتدى السنة دي جابوله رئيس من بولحي ولكن فاندين بروك كان مصمم على اليكسيس جندوس عملت مشاكل كبيرة جدا الادارة عملت مشاكل مع فاندين بروك ويجب ده سبب مشان فاندين بروك فعلا ان الادارة تدخلت في عمله واصرت ان رئيس من بولحي يلعب يمكن اول مباراة رئيس يلعبها اللي كانت عندنا هنا في القاهرة وانا قلت كده في وقتها جندوس حارس طويل القامة 191 سنتي عنده قدرات بدنية هيلة جدا عنده سرعة رد فعل عالية بيمتاز بالطول الفارع ولكن عنده مشكلة في نقطة الطول الفارع دي انه ما بيطلعش على الكور العالية برا السيكس يارد معظم المدرسة الفرنسوية بتلعب على رد الفعل تحت ثلاث خشبات اعتقد هو بيشتغل بنفس الطريقة بالزبط ما بيطلعش برا السيكس يارد اي كروس على السيكس يارد ما بيطلعش عشان كده مودست ممكن ينفعنا في الحتة دي لانه هو فعلا ما بيوصلش خالص اي حاجة مرارب العرض مش هيطلع هو يلعب في رد الفعل تحت العرضة بس فدي من اسوأ حاجة عنده ولكن عنده رد فعل عالي جدا تحت الثلاث خشبات عنده نقطة سلبية ايجابية لو وانت جاي من الجنب وسلبية لو انت جاي بالمواجه الانفراضات كلها ما بيطلعش يهاجم في كل الانفراضات بيستنى باخر اللحظة لما المهاجم ياخد قراره عشان هو يتحرق فدي لو انت جاي من الجنب جاي الانفراض من الجنب هتبقى بالنسبة له سهلة وصعبة للمهاجم ولكن جاي من المواجهة هيسهل ويوسع الجون جدا على اللي جايله فاعتقد دي لازم نشتغل عليها من بدري عنده رد فعل كويس جدا في التصويبات مع طول قمته ولكن الفليكسابيلتي عنده عالية بيقدر ينزل بسرعة تحت قدمية بيشتغل بهم كويس جدا اشوال بيعرف يلعب الكهر الطويلة بامتياز جدا يعني ممكن يحضروا من تحت وتلاقيه بيعمل هو اللي بيعمل لونج بول للسترايكرز او للسترايكر والاثنين الوينجرز لكن دي يلعب لوحده لا يا كابتن هو فعلا هو بص في الشوتينج ورد الفعل في السكسر دي كويس انما الكروسات والانفراضات ان شاء الله هنكسب من ناحا دي ان شاء الله هنكسب من ناحا دي هو ما بيتعملش فيها كويس ولكن هو من الناس على فاكر لعب بطولة بتاعة المحليين السنة القبل اللي فاتت اللي كسبتها الجزائر وكان متقلق ويمكن في الموتش النهاية الصفة أول 19 دقيقة وخرج وجمهور الجزائري بيحبوا لانه قاعد يعاية في المباراة وهو خارج فيمكن عنده عنده قبول كده في الفريق الجزائري ونتمنى من الله ان شاء الله ان احنا اهم حاجة نساق عليه مرة واثنين وثلاثة حتى لو هو بيعرف يصد او بيصد كويس وعنده فليكسابلتي لازم التجربة مرة واثنين وثلاثة مصطفى شبير مصطفى شبير اه يمكن الناس ممكن تكون متخاوفة ولكن الحمد لله بثقة من الله وثقة في مصطفى اعتقد انه ان شاء الله هيبتدي النهاردة بداية موفقة عنده شخصية قوية جدا بيقدر يتعامل مع كل المواقف بسبات عادي لما يغلط وبعد ما بيغلط عادي جدا ما عندوش اي مشكلة لو ما غلطش بيركب الجيم الاول خلينا كلمك على حيطة الغلط بالنسبة لحارس المار تمام وخصوصا لما مثلا يتسبب في هدف هل بتأثر عليه ولو لبعض الوقت شخصية شخصية فيه شخصية يخش فيها جون ما عادي تجيب الكرة وتلعب هي وما عنداش اي مشكلة عادي انا بخطأ زي زي السرد باك اللي بيقلش زي السترايكر اللي بيجي لهم فرد وما بيحطوش انا بغلط عادي وفيه شخصية بتوع التفكر في الهدف اللي دخل فيها خمس دقايق وعشر دقايق لما يخرجها حتى لو الشخصية الشخصية في بعض الاحيان ماشي انت عندك شخصية في بعض المواقف ممكن تعدي المواقف دو بس لما تبقى انت مثلا انا بكلم على اي حد اسمار اي حد اه اه ان انت تبقى حاسس ان انت غلط وان انت مسؤول عن هدف دخل مرمى اكيد بتتأثر ولو يعني لبعض الوقت ما انا بقول لحضرتك ممكن لو انا خدت جزء من تفكيري في اللي ضاع مني مش هركز في اللي جاي انما لو ركزت على اللي جاي وقلت انا خنقت الفرقة وغرقتها في جون لا مش هينفع يبو جونين وثلاثة لا ده انا لازم اشد حيلي واشيل جون واثنين عشان ابعوط اللي ده كلفية دي اللي تفرق بقى دي دي التركيز تركيز حارس المرمى حصلت مش على طول هتبقى كويس صحيح ومش على طول هتتقلق صحيح هيجي لك وقت هتغلط هتغلط انما بقى في قمة تركيزك مذاكرتك للمباراة وانت بتتخيل بتتخيل ان انت غلط النهاردة نغلط بس لازم لما اغلط افوق ورجع في رئيتي للجيم تاني دي من موايزات مصطفى اكيد دي من الموايزات الكويسة جدا اللي عنده مصطفى صحيح خلينا نتكلم ان حارس المرمى اللي بيلعف نادل اهل بيجي له بتيجي عليه كم كور تلاتة اربعة تمام لو هو تركيزه عالي هشيل من الاربعة تلاتة كور يعني بنسبة نجاح خمسة وسبعين في المية فهي قصة في ايه انت بس اهم حاجة تبقى مصح صح ومركز مية في المية في التسعين دقيقة انما لو دماغك او ودنك او اي حاجة راحت مع حد تاني لا هنقابل المشكلة ولازم توجه اللعبة اللي قدام اعتقد دي عنده وبيعرف اعلم خط الظهر يا احمد دور خط الظهر مهم او في المورد ايه كنت لسيقول لحادثك طبعا اه نتمنى من خط الظهر انه هو اللي يعمل القصة دي بعيد عن مصطفى خالص صحيح صوصا في البداية طول ما ما فيه امان لخط الظهر بيدي ثقة لمصطفى بشكل بير جدا والعكس صحيح الرباع اللي قدامه مهم جدا جدا انه هم على قد ما يقدروا يبعدوا الخطورة عنه بالضبط يبعدوا الخطورة بشكل بير جدا ده ها يدي مصطفى ثقة بشكل بير طورة بسعين ان شاء الله بإذن الله بإذن الله وان شاء الله بعد المباراة نطلع منصورين وان شاء الله مصطفى يعمل جيم كويس جدا ويكون سبب في ان احنا نكسب النهاردة المباراة بأمر يا رب ان شاء الله نشكرك شكرا جزيلا ولينا القاء اخر بعد المباراة ان شاء الله